الاتحاد الافريقي ينهي الجدل بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون وحكم المباراة جوشوى بوندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام اهلا بكم الاتحاد الافريقي ينهي الجدل حول امكانية تغيير حكم مباراة الجزائر والكاميرون انهى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الجدل حول إمكانية تغيير الحكم جوشوة بوندو ضمن الدور الفاصل المؤهل لنهايات كأس العالم ورسل الكاف يوم أمس الأحد الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورفض تغيير الحكم جوشوة بوندو وأكد الكاف أن طعن الفاف جاء متأخرا من أجل تغيير الحكم جوشوة بوندو وكانت ألفاف قد قدمت طعنا للكاف يوم 9 مارس الماضي تحتج على تعيين الحكم البوتسواني أعتقد من وجهة نظر الشخصية يجب أن يركز منتخب الجزائر في هذه الفترة على الأداء الفني وعلى التكتيك وعلى الخطط الفنية خلاص موضوع الحكم وموضوع أرضية الملعب أصبح من الماضي لا يمكن تغيير شيء في هذا الموضوع إن شاء الله يتغلب منتخب الجزائر على هذه الشكوك التحكيمية وأيضا على هذه الأرضية الكارثية ملعب جابوما أقصد قلونا رأيكم في التعليقات ولا تنسونا بلايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته